بارح فوز الاهلي على بيرامدز كان بمثابة تصدر الدوري يعني سلاس نقاط مش سلاس نقاط كده في مباراة من ضمن مباراة الدوري لا دا انت عندك منافسة مباشرة مع الزمالك مع بيرامدز مع فيوتشر فبالتالي دي مباراة ندر نور عليها مباراة القيمة الدوري المصري لما بتكسب المنافس انت بتقدر تاخد منه ست نقاط انت بتاخد تلات نقاط وبتخسره تلات نقاط فبالتالي بيبقى مكسب مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي الحمد لله الاهلي في الفترة الاخيرة مع الفرق اللي بتنفس مع الفريف الدوري بيقدر يكسب يعني بيكسب بيرامدز بيكسب الزمالك بيعمل نتاج الجباية حتى مع باقي الفرق اللي بتبقى في اول اربع خمس مراكز في جدول الدوري ولكن النقاط بقى اللي محتاجة تركيز اكتر الفترة الجاية المباراة مثلا مع امبي مع المصري مع سموحة مع البنك الاهلي مع سيراميكا الفرق اللي بتبقى في وسط الجدول للأسف هي الفرق اللي بتفقد الاهلي نقاط وبتأثر في النهاية على مشوار الأهل في الدوري العام برح كان فيه تميز لعمر السلية وده عمر السلية المستوى اللي احنا عارفينه عنه دايما بيظهر بشكل كويس جدا أبو ليلة حمد الله على السلامة إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يرجع تاني عمر السلية المستوى على فاكرة جماعة لعيب الكرة مش منعزل دايما عن حياته الاجتماعية أحيانا بعض الظروف وبعض الأمور اللي ممكن مرت بنته ظروف أسرية ممكن تعمل إزعاج لأي لاعب في حياته القروية فبالتالي لما بننتقد أي لاعب لازم وإحنا بننتقد نحط في بلنا دايما رصيده الإيجابي اللي موجود مع الفريف في السنوات السابقة عمر السلية ممكن في فترة من الفترات مستوى ما كانش بالمستوى اللي احنا عارفينه عنه ممكن له ظروف ما لكن مبارح الحمد لله نقدر نقول عودة من جديد وبداية لعمر السلية في الموسم الحالي أحرز هدف من تسديدة ودي نقطة مهمة جدا عمر السلية بيتميز بيها مهم اللي احنا نشوف لعبة النادي الأهلي بتسدد من خارج منطقة الجزاء أحرز هدف بدربة رأس ودايما السلية متفوق في الجزئية دي ويمكن سبق قبل كده في نهاية القرن أمام الزمانك أحرز هدف بدربة رأس فمن اللعيبة المهمة التي لا غنى عنها ده مهم جدا لازم نقوله للناس عشان في بعض الفترات بحس ان في انطقاط حقد شوية على بعض اللعيبة اللي لها رصيد كويس لازم نضع في الاعتبار بعض الظروف اللي ممكن تكون خارجة عن إرادة أي لعيب في بعض الأمور الحياتية اللي بعيدة عن الملعب نتمنى توفيه رب للسلية حسين الشحات بيقدم مستوى كل مباراة أفضل من المباراة اللي قبلها بينقصوا بس في الفترة الأخيرة اللمسة الأخيرة اللمسة الأخيرة لو ركز فيها حسين الشحات بشكل كويس جدا هيبقى يعني جناح مهم جدا من الأسلحة اللي ممكن يعتمد عليها مارسل كولر خلال الفتر اللي جاء لكن بيعجبني في حسين إنه ما بيتكلمش بيركز حتى لما قعد على دكة البودلاء ما تكلمش ما عطرتش محبش حتى لما يحرز هدف يبين للجمهور إنه هو كان زعلان أو بيحاول يثبت للناس إنه هو موجود لا حسين ماشي بشكل كويس ودينا من النقاط اللي احنا لازم نتكلم عليها اللعيب الملتزم أيا كانت نجوميته ده مهم جدا لازم نضعه في الحزبان كمان عشان نقدر ندي دعم لكل لعبتنا حسين والسلية وديانج حمد فاتح إن شاء الله لما نستعيد يعني مستوى أو وجوده خلال الفترة اللي جاية في المباريات غير مباراة الأمس ممكن مباراة إنبي كمان مش عارف لسه الوضع بالنسبة الحمد فاتح هيبقى جاهز ولا لا أتكلم كمان على الغيابات لكن ده بشكل عام الشكل الفريق بالأمس الأداء الهجومي أكيد ده مرسل لكلر منحتاج تدعمات في يناير قال ده قبل كده كابتن سيد عبدالحافظي مبرح في تصرحاته عقب المباراة كلم كمان على إن فيه تدعمات في يناير وأعتقد خلال الساعات اللي جاية هتسمعوا أكتر من صفقة وأكتر من لاعب إن شاء الله هيكونوا إضافة قوية جدا للنادي الأهل إن النادي الأهل بيعتمد أو بيشتغل على حاجتين القيمة الإفريقية وقيمة كأس العالم للأندية الناس ممكن تعتقد إن القيمة كأس العالم القيمة المبدئية 9 يناير فأي لعيب هجيبه دلوقتي هأيده لكن أي لعيب هجيبه بعد 9 يناير مش هادر أيده لا أنا عندي وقت الغاية 30 يناير عندي استثناء لو جبت صفقة جديدة وأيتها بعد 9 يناير أقدر أعتمد عليها في كأس العالم للأندية لو أيته بحد أقصى يوم 30 يناير وتحديدا قبل أول مباراة للأهل في كأس العالم بـ 48 ساعة فما فيش استعجال على فكرة 9 يناير أي لعيب لو جبته بعد هذا الموعد أقدر أيده ويشارك معايا في كأس العالم للأندية فوز الأهل بالأمس بعيدا بقى عن الأمور الفنية أسعد جميل الأهل ليه رغم التكاليف المادية اللي بتحاول تصرفها الفرق المنافسة ورغم بعض البيانات اللي بيحاول يصدرها البعض عشان يدي رسالة أن مباراة الأهل دايما لها خصوصية وكأنها هي مباراة إثنائية في الدوري رغم أنها مباراة من ضمن مباراة الدوري العام يعني الفريق المنافس اللي لعبنا معام بارح لعب مع أكتر من فريق لا طلب حكام أجانب ولا تحرك لحكام أجانب ولا أصدر بيانات ولا في مباراة حتى لما تنالت من ملعب لملعب آخر حد اعترض ولا حد يطلع بيانات لكن تشعر كده مبارح أن كان فيه تكاليف باهزة سواء بقى تكاليف حبر على ورق بيانات بتطلع سواء في تكاليف صفر مشجعين سواء في تكاليف كتير حكام أجانب ممكن ييجوا بالعملة الصعبة خمسين ألف دولار لطاقم تحكيم بولندي لمباراة الأمس فكل التكاليف دي ذهبت هباء يعني لم تكن لها أي نتيجة تصدر الأهل الدوري فاز بالأمس خسر المنافس خسر المنافس مني بالأمس تلاتة سف وبالتالي الأهل بيتصدر بأقل تكلفة ولكن بالأكثر تركيزا والأكثر جهدا في الملعب دون النظر لأي أمور أخرى خارج الملعب مهم جدا أن مبارح الأهلي يلعب في استاد القاهرة أمام حجد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي المسموح بالعدد المحدد من قبل الربطة الأندية المحترفة تلات تلاف مشجع بالأمس جماهير الأهلي كان ليها دور كبير جدا وصنعت الحدث في استاد القاهرة الدولي ترجمة نانسي قنقر